اشتركوا في القناة والقائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وما يعكس عمق الروابط وتميز العلاقات بين البلدين القائمة على أواصر الأخوة ووشائج القربة كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على حرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك وكل ما من شأنه أن يعزز وحدة المجلس ويخدم مسيرته المباركة ويعمق روابط التعاون الأخوي بين دوله ويحقق الخير والازدهار والتقدم لشعوبه وتم خلال اللقاء تناول آخر تطورات الأحداث الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم استعراض أهم النقاط المدرجة على جدول أعمال القمة التي ضمت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع فخامة الرئيس باراك أوباما ترجمة نانسي قنقر